السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي واخوتي. وحشتوني. وحشتيني جدا. النهاردة هنتكلم عن فوز الاهلي على امبي. واسباب تعادل الزمالك مع الدخلية. طبعا قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معي في الكلام اللي انا هقوله وتركز معي جدا كمان. وقبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ودلوقتي نقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الاول على مكسب الاهلي على امبي ولا تعادل الزمالك مع الدخلية. انا بقول نتكلم على الزمالك عشان الزمالك ممكن ياخد من هنا وقت شوية. الزمالك مشكلته انه هو لما خسر المطش اللي فات من اسوان اتنين واحد في ارض اسوان او في ملعب اسوان. النهاردة نزل المطش بدايته ان هو عنده حمية ان هو عايز يكسب. كان عايز يكسب باي طريقة. فده السبب اللي خلى ان فيه يبقى فيه خطوط مفتوحة بالنسبة للعيبة الدخلية. تقريبا كان في اول تلت ساعة. وهو ده كان السبب احراز الدخلية فريق الدخلية بكيادة ردش حتى الهدف الاول. اللي هي المفروض جاية من ورا مدافع. المفروض المهاجب الاولاني اللي هو اسمه رشيد ما طلهاش وهو كان متسلل فعدت للنحية التانية لللاعب التاني اللي كان ورا حمزة المسلوس اللي خدها وجاب جون. فطبعا بعد ما الزمالك كان عامل حسابه ان هو ينزل يكسب الدخلية في اول نص ساعة فجأة مرة واحدة الدنيا كلها الدربكت على الزمالك. فلاص بعد ما كنت عامل حساب ان انا نازل عايز اجيب جون لأ ده دخل فيها جون. فالجزوات فريدة قعد برا قعد يفكر ازاي ان انا اخطف جون في شوت الاولاني او قبل شوت الاولاني ده ما يخلص. كان ساعتها كان خلاص الدخلية استحوزت على التلت الدفاعي عنده. دي حقيقة. بال بالعكس انت كده بعد ما كنت متاخر بجون انت بترهك اللعيبة بتاعة نادي زمالك ان هي تجيب جون واحد عشان خاطر تعدل النتيجة وبعد كده لسه هتفكر ازاي تجيب جون التاني. طبعا على ما الزمالك عرف يختارك او ان هو عرف يجيب جون من ضربة ركنية. في الدخلية كان خلاص. انت بتتكلم في دقيقة خمسة وتسعين يعني خلاص. المطش كله خلص. ايا كان اللي انت عملته بقى في الشوت التاني مش هيحسب للنادي الزمالك لحاجة علشان خاطر انت بتلعب على التعادل. انت كده بتلعب على التعادل. يعني انت كده بتتكلم انك انت الزمالك في مطشين يخسر خمس نقط. خمس نقط اغلى نقط بالنسبة لنادي الزمالك لانه كانوا متعدل بالنقط مع الاهل كانت انت بتتكلم ان هم يعتبر تعادل سمين في النقط ما بين الاهل والزمالك او الزمالك اللي كان متصدر الدوري والاهل اللي كان مركز تاني بعد الزمالك. فاهمين انتو الليلة? انت بتتكلم في حاجة كانت صعبة ان هي تحصل من نادي الزمالك بالذات بعد الموسمين ان هما يتوجهوا بلقب الدوري في اخر موسمين. والمعلومة يا جماعة لأول مرة فعلا اشوف التحكيم المصري ماشي كده. ولا فيه كده ولا فيه كده. لا ماشي كده فعلا. ده اللي انا ملاحظه السنة دي وان من الاخر كل فريق هياخد حقه في الدوري. سواء كان اهلي سواء كان زمالك سواء كان برامد سواء كانت الفرق الضعيفة كمان. لازم كل نادي ياخد حقه عشان خاطر. الاندية كلها تكون يعني حتى كل واحد يكون طالع من كل مباراة مرضي. مرضي بالمباراة اللي هو لعبها. نيجي بقى على الناحية التانية النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بعد اخر سنتين انه هو يخسر دوري فيهم. فبالتالي الموسم ده لعبة النادي الاهلي مش هتفرد تقريبا في نقطة. فهم نازلين اصلا بعد ما اكسب برامد اللي الدقم حافز قوي ان هما ينزلوا المطشات اللي بعد كده اي فريق هينزل. يدافع قدامنا لا هنعرف ان احنا نكسب. هو ده اللي ظهر النهاردة. انا ما بتكلمش على المطشات اللي جاية. انا بتكلم على المطش بتاع النهاردة. اه فعلا النهاردة كان في خدوهات مع الاهلي في الشروط الاولاني وكان في اللي انا شايفه ان كانت فرص كانت احسن من الاهلي بكتير. تمام? بس الاهلي عادل الدنيا ما بين الشروطين ونزل الشروط التاني ياتي ليه مقتوح. ولو هنتكلم على الاهداف فيعتبر عمرو السلية هو عريس الليلة برضو. ليه? عريس الليلة لانه هو المطش اللي فات قدام كان هو سبب في هدفين للنادي الاهلي. والنهاردة كان هو صاحب الاسيستين او اللعبتين اللي جوب منهم هدفين في الشروط التاني. اولا بينية يعني حتى هو كمان ما فكرش. يعني خده الكورة من مش عارف من مين خده الكورة ما فكرش عشان هو حتى يوقف ويبص على الملعب لا. هو كان لامح افشى فادله بينية ما بين المدافعين او في ظاهر المدافعين طبعا افشى ما جلاش لم الحارس بالهدف. نيجي عالجوني التاني اللي خدها آآ طبعا آلو ديانج خدها من عمرو السلية طبعا عنده التفكير ان هو يخش يلم اللعيبة او يكاروت اللعيبة يدخل عند التمنتاشر يبقى منفرد بالجون شاط جات جون. فلو هنتكلم بالورقة بالورقة والقلم فالاهلي يستحق الفوز النهاردة مع العلم ان انبي النهاردة بعد الهدف الاولاني وان انا قلت ان الدنيا هتتفتح بالنسبة لانبي لأ كان مسك نفسه والحمد لله يعني ما اختلش التوازن ما بين اللعيبة في بعضها بل بالعكس آآ فضلوا مسكين نفسهم لحد ما لقطة واللي عملها النهاردة فجابة الجوني التاني يعتبر جوني التلات نقط بالنسبة للنادي الاهل. فبالورقة والقلم الاهل النهاردة يستحق المكسب آآ بسبب اللي حصل ما بين الشوتين والشوت التاني. التفكير اللي بين الشوتين والشوت التاني اللي عملوا مارس الكولر مع اللعيبة. ولو اتكلمنا بالورقة والقلم من ناحية الزمالك والداخلية يبقى الجون بتاع الداخلية هو اللي رابك حسابات الزمالك خالص. هو اللي خلى الزمالك بقى النهاردة مش عارف يجيب جون وجاب الجون في ديئة خمسة وتسعين. يعني في الوقت الضيع من شوت التاني. يعني لو ما كانش الحكم حسب ست دقايق تقريبا كان الزمالك مهما قاعد ما كانش هيجيبه هو. وهي كده الحمد لله لنا ان نادي الزمالك طلع بنقطة. بس ياريت ادارة نادي الزمالك تفكر في اللي جاي عشان خاطر اللي جاي هيبقى تقيل على جماهير نادي الزمالك. وجماهير نادي الزمالك تقريبا مش هتستحمل فقد نقاط مرة اخرى. ان الجماهير مش هتستحمل ان الزمالك يفقد نقط تاني في الدول. فدلوقت انا وصلت لنهاية الفيديو. وفي نهاية الفيديو لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي ايه رأيك في الكومنتات. ومن ناحية تانية لو انت بتتبعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكراب للكنال وتفعل زر الجرس عشان نصل لك كل جديد بتاعي ويريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولكن انت بتتبعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل او متابعة وتفعل زر الجرس عشان نصل لك كل جديد بتاعي ويريت ما تنساش تعمل شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصرية. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.